موسيقى لإيجاد الجذران المركبان المترافقان سنستعمل أيضا المميز لإيجاد عز الجذور للمعادلة التربعية وسنستعمل المميز لتحديد نوع الجذور للمعادلة التربعية سنأخذ مثال على حل المعادلات باستخدام القانون العام إذن حل المعادلة X تربيع يساوي 5X ناقص 15 باستخدام القانون العام لكي أحل هذه المعادلة باستخدام القانون العام لابد من ترتيبها يعني تحط جميع الأعداد والمجاهيل بطرف يساوي صفر إذن X تربيع ناقص 5X زائد 15 يساوي صفر الآن نستخرج A وB وC A هو معامل X تربيع B هو معامل X والC هو الحد الثابت إذن A هنا يساوي 1 B يساوي سالب 5 والC يساوي 15 والمميز كما أخذنا سابقا هو D يساوي B تربيع ناقص 4 في A في C نعوض B والA والC في هذه المعادلة إذن D يساوي ناقص 5 الكل تربيع ناقص 4 في 1 في 15 إذن بالتعويض عند فك هذه القيم يساوي سالب 35 القانون العام X يساوي سالب B زائد ناقص الجدر التربيعي للD على 2 في A إذن X يساوي ناقص ناقص 5 زائد ناقص جدر التربيعي لسالب 35 على 2 في 1 يساوي ناقص في ناقص يعطيني موجة بخمسة زائد ناقص السالب 35 السالب هذا نطلع بر الجدر يطلع عندي I ممتاز إذن جدر 35 مضروب في الآي على كم؟ على 2 إذن يوجد لدينا حلان إما الحل بالموجة أو الحل بالسالب يعني X يساوي 5 على 2 زائد جدر 35 على 2 في I أو X يساوي 5 على 2 ناقص جدر 35 على 2 في I إذن لهذه المعادلة جدران مركبان مترافقان سنأخذ مثال آخر حل المعادلة X تربيع ناقص 6 X يساوي سالب 10 باستخدام القانون العام نرتب هذه المعادلة إذن X تربيع ناقص 6 X زائد 10 يساوي 0 A يساوي 1 B يساوي سالب 6 C يساوي 10 إذن المميز D يساوي B تربية ناقص 4 في A في C إذن D يساوي سالب 6 لكل تربيع ناقص 4 في 1 في 10 يساوي كم يساوي سالب 4 وبالتالي القانون العام X يساوي سالب B زائد ناقص الجدر التربيعي للD على 2 في A ناقص B والD والA X يساوي سالب القاعدة عندي والB بسالب 6 زائد ناقص الجدر التربيعي بسالب 4 على 2 في 1 يساوي سالب في سالب يطلع عندي موجة ب6 زائد ناقص تنزل كما هي لكن الجدر التربيعي لسالب 4 الجدر التربيعي لسالب يطلع عندك بI والجدر التربيعي لل4 يطلع عندك ب2 إذن على كم على 2 في 1 يساوي 2 إذن يوجد لدينا حلان حل بالموجب وحل بالسالب إذن x يساوي 6 زائد 2i على 2 وبالتالي هذا يساوي 3 زائد i لماذا لأن 6 على 2 يساوي 3 و 2 على 2 يساوي 1 في i الحل الآخر x يساوي 6 ناقص 2i على 2 إذن هنا يساوي 3 ناقص i لماذا لأن 6 على 2 يساوي 3 والناقص تنزل 2 على 2 يساوي 1i إذن لهذه المعادلة جذران مركبان مترافقان سنحدد الآن عدد الجذور وأنواعها للجذور أنواع وكبالك لديها أعداد إذن تحديد الجذور عددها وأنواعها القامل أن العام عندي هو x يساوي سارب b زائد ناقص الجذر التربيعي لb تربيع ناقص 4 في a في c على 2a المميز عندي d يساوي b تربيع ناقص 4 في a في c لدينا ثلاث حالات الحال الأولى إذا كان المميز أكبر من صفر يعني قيمة هذا المميز أكبر من صفر إذا كان عندي المميز أكبر من صفر فإنه يوجد لدينا حالتان إذا كان اللي داخل الجذر مربع كامل فلديه جذران حقيقيان نسبيان إذا كان عندي مربع كامل زي الأربعة ستعاش خمسة وعشرين تسعة هذا مربع كامل إذا كان داخل الجذر فإنه يوجد لدينا جذران حقيقيان نسبيان طيب لما طلع عندك الجذر هذا ليس مربع كامل يعني مثلا جذر خمسة جذر اثنين وعشرين جذر عشرة هذا ليس مربع كامل فالمعادلة لها جذران حقيقيان غير نسبيان يعني في فاصلة عندي أو في داخل الجذر عدد ما يمكن أن يفكه عدد في نفسه إذا كان لدي مميز أكبر من صفر فإنه يوجد لدينا حالتان إما مربع كامل أو ليس مربع كامل طيب في حالة دي يساوي صفر يعني المميز الجوة الجذر يساوي صفر فإنه يوجد لدينا جذر حقيقي واحد طيب إذا كان ما بداخل الجذر أقل من صفر يعني سالب إذا كانت دي أقل من صفر فإنه يوجد لدينا جذران مركبان مترافقان كما في المثالين السابقين إذن الجذور والمميز إذا كان المميز موجباً فإنه اما مربع كامل أو ليس مربع كامل إذا كان مربع كامل فإنه يوجد لدينا جذران حقيقيين نسبيان إذا كان ليس مربع كامل فإنه يوجد لدينا جذران حقيقيين لكن غير نسبيين إذن مثال على التنفيذ البياني لدالة المرتبطة بالمعادلة لدينا محور X ومحور Y إذن إذا كان A أكبر من صفر الـ A الذي هنا أكبر من صفر الذي هو معامل X تربيع إذا كان أكبر من صفر فإنه سيكون المنحنة اتجاهه إلى الأعلى أما إذا كان A أقل من صفر يعني معامل X تربيع أقل من صفر يعني سارب فإنه سيكون المنحنة اتجاهه إلى ماذا إلى أسفل هذا في حالة إذا كان المميز هو موجبا طيب في حالة إذا كان المميز يساوي صفر فإن عدد الجذور واحد إذن جذر حقيقي واحد وبالتالي إذا كان معامل X تربيع موجب A أكبر من صفر فإن هذا أو اتجاه هذا المنحنة للأعلى أما في حالة إذا كان معامل X تربيع سالب يعني A أقل من صفر فإن اتجاه هذا المنحنة إلى ماذا إلى أسفل إذن الآن أخذنا إذا كان المميز موجب هذا الأولى لقبل قليل وهنا إذا كان المميز صفر أما إذا كان المميز سالب فإنه يوجد لدينا جذران مركبان مترافقان يعني فيه A عندي وبالتالي إذا كان معامل X تربيع اللي هو A أكبر من صفر فإنه سيكون اتجاه هذا المنحنة للأعلى ويقطع محور Y أما إذا كان A أقل من صفر فإنه سيكون باتجاه الأسفل ويقطع محور سالب إذن هنا ثلاث حالات إذا كان موجب وإذا كان يساوي صفر وإذا كان سالبا سنأخذ الأمثلة وتصنيف المميز وفقا لما بداخل هذا التذر أو وفقا للمميز إذن مثال أوجد قيمة المميز لكل من المعادلتين التربيعيتين الآتيتين وحدد عدد الجذور كل منهما وأنواعها إذن A 2X تربية ناقص X ناقص ثلاثة A يساوي 2 B يساوي سالب 1 والC يساوي سالب ثلاثة إذن المميز D يساوي B تربيع ناقص أربعة A في C الD يساوي الB تربيع هو سالب 1 تربيع وناقص تنزل أربعة في ثلاثة في سالب ثلاثة يعطيني خمسة وعشرين إذا كان خمسة وعشرين فإنه أكبر من صفر إذن هذا يا أحبة هو مربع كامل وبالتالي للمعادلة جذران حقيقيان نسبيان خمسة وعشرين جذر وكامل خمسة يعني مربع كامل هذا في حالة إذا كان أكبر من صفر ومربع كامل طيب تعالوا ونشوفوا بمثال الثاني X تربيع زائد 22 زائد مئة وواحد وعشرين يساوي صفر A يساوي واحد معامل X تربيع وB يساوي 22 معامل X والC الحد الثابت هو مئة وواحد وعشرين المميز D يساوي B تربيع ناقص أربعة A في C إذن D يساوي 22 تربيع ناقص أربعة في واحد في مئة وواحد وعشرين يساوي كام يساوي صفر هنا يساوي صفر للمعادلة جذر حقيقي واحد لماذا؟ لأن المميز طرع عندي كام المميز طرع عندي صفر إذن للمعادلة جذر حقيقي واحد سنأخذ أيضا تدريب على هذا النمط من الأسئلة 7 X تربيع ناقص 11 X زائد 5 يساوي صفر معامل X تربيع هو A إذن A يساوي 7 معامل X هو سالب 11 له B والحد الثابت هنا C يساوي 5 عوض بالمميز D يساوي B تربيع ناقص أربعة A C إذن D يساوي سالب 11 على كل تربية ناقص أربعة في سبعة في خمسة يساوي سالب 19 لاحظوا معي هنا سالب 19 هو أقل من صفر يعني سالب إذن للمعادلة جذران مركبان مترافقان لماذا؟ لأن ما بداخل الجذر المميز هو عجل سالب يطلع عندي I إذن للمعادلة جذران مركبان مترافقان طيب نأخذ آخر سالب 7 X تربيع زائد 15 X ناقص أربعة يساوي صفر A يساوي سالب سبعة B يساوي 15 والC يساوي سالب أربعة المميز D يساوي B تربيع ناقص أربعة في A في C نعوضل A والB والC D يساوي 15 تربيع ناقص أربعة في سالب سبعة في سالب أربعة لاحظوا معي هنا يطلع عند الناتج موجب 113 113 هو أكبر من صفر وبالتالي للمعادلة جذران حقيقيان غير نسبيان طيب إيش الفرق بين النسبين وغير نسبيين الغير نسبية يعني ما له مفكوك هذا للجذر يعني لو وضعت المية 113 هذا داخل الجذر مستحيل تفكه بيبقى عندك جذر إذن يوجد لدينا جذران حقيقيان غير نسبيان بعكس المثال القبل السابق كان عندنا 25 إذن لدينا جذر 25 وهو 5 وبالتالي هناك كان عندنا معادلة جذران حقيقيان نسبيان لأنك تفك الجذر أما هنا ليس باستطاعته أن أفكه الجذر اللي هو 113 سنأخذ تقويم ما قيمة مميز المعادلة X تربيع ناقص X ناقص 20 يساوي 0 قيمة المميز لا بد أن نستخرج A والB والC الـ A يساوي 1 الـ B يساوي سالب 1 والـ C يساوي سالب 20 المميز D يساوي B تربيع ناقص 4 في A في C نعوض الـ B هو سالب 1 والـ A هو 1 والـ C هو سالب 20 إذن D يساوي سالب 1 لكل تربيع ناقص 4 في 1 في سالب 20 يساوي كم يساوي 81 إذن قيمة المميز يساوي 81 إذن الإجابة الصحيحة هي D سؤال آخر إذا كان أحد جذور المعادلة درجة ثانية يساوي 2 ناقص 3 I فإن الجذر الآخر يساوي كم هل هو 2 زائد 3 I أو ناقص 2 ناقص 3 I أو ناقص 2 زائد 3 I أو 2 ناقص 3 I لاحظ معي إذا كان عندي هذا الجذر أو هذا العجل 2 ناقص 3 I جذر أو أحد جذر المعادلة فإن الجذر الآخر هو معكوس معامل I ما هو معامل I الذي هو سالب 3 معكوس إشارة معامل I هي موجب 3 I إذن 2 زائد 3 I هو الحل أو الجذر الآخر لهذه المعادلة التي من الدرجة الثانية حددت كل من هدى ولؤلؤة عدد حلول المعادلة 3 X تربيع ناقص 5 X يساوي 7 فمن منها إجابتها صحيحة هل هدى إجابتها صحيحة أو لؤلؤة لاحظ معي هدى 3 X تربيع ناقص 5 X يساوي 7 رتبت هذه المعادلة 3 X تربيع ناقص 5 X ناقص 7 يساوي 0 B تربيع ناقص 4 AC عوضنا السالب 5 تربيع ناقص 4 في 3 في ناقص 7 لأن معامل X تربيع هو A 3 والحد تابت سالب 7 هنا و معامل X يسالب 5 سالب 5 الكل تربيع ناقص 4 في 3 في سالب 7 يساوي 109 بما أن المميز موجب في المعادلة حلان حقيقيان تعالوا ونشوف حل لؤلوة 3 X تربيع ناقص 5 X يساوي 7 B تربيع ناقص 4 في A في C ناقص 5 الكل تربيع ناقص 4 في 3 في 7 يساوي سالب 59 بما أن الجذر هنا أو لأن العدد هنا سالب إذن المميز سالب ماذا عملت هدى هنا في أول المسألة وماذا عملت لولوة لو اللاحظ أن هدى رتبت المسألة قبل إيجاد المميز لكن لولوة لم ترتب المسألة وبالتالي السبعة خلتها موجبة هنا هدى سالب سبعة وبالتالي هدى رتبت المسألة لكن لولوة لم ترتب المسألة إذن هدى إجابتها صحيحة لماذا؟ لأنها رتبت المسألة وبالتالي بعد ترتيب المسألة راح يختلف الحل لدينا راح يكون 109 إذن هدى حلها صحيح أبالتالي تعلمنا هذا اليوم خلاصة الدرس القانون العام وهو X يساوي سارب B زائد ناقص انتدر التربيع B تربيع ناقص 4 في A في C على 2A المميز D يساوي B تربيع ناقص 4 في A في C لدينا ثلاث حالات إما المميز أكبر من صفر أو المميز يساوي صفر أو المميز أقل من صفر إذا كان المميز أكبر من صفر فإنه يوجد لدينا داخل المميز إما مربع كامل يعني 25 أو 16 أو 9 أو 4 يعني جبجر تتفكي الجذر إذا كان مربع كامل فللمعادلة جذران حقيقيا نسبيا أما إذا كانت ليس مربع كامل يعني مثلا جذر 10 أو 12 أو 20 أو 26 فهو لا يمكن إيجاد مفكوك لهذا الجذر وبالتالي يوجد لدينا جذران حقيقيان غير نسبيا هذا في حالة دي أكبر من صفر أما إذا كانت دي ساوي صفر فإنه يوجد لدينا جذر حقيقي واحد أما إذا كانت دي أقل من صفر فإنه يوجد لدينا جذران مركبان مترافقان وبالتالي هنا خلاصة هذا الدرس أشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في درس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى